رئيس مجلس النواب يتوجه بالشكر للرئيس سيسي لإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان الأمم المتحدة تستبعد القدر على حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات إسرائيلية في رفح وقلق دولي من الهجوم البري والاحتلال الإسرائيلي وصل حربه على غزة لليوم الثامن والعشرين بعد المئة والسقوط عشرات الشهداء والقرحة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين فقد كان لزاما على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد حرص سيادته على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين وقد كانت توجيهات سيادته دائما دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة ونقش الاجتماع شكل الجلسات المقبلة بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع ومن جانبه أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة مثمنا استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار وداعيا إلى ضرورة الالتزام بها هذا وقد أشهدت الأحزاب المصرية باستكمال جلسات الحوار باعتباره خطوة لاستكمال المناقشات للنهوض بالاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة 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 اكد منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مكدوليرك انهم من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية في رفح بسبب الكثافة السكانية غير المسبوقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشدة من خطورة اي اجتياح للاحتلال الاسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي تأوي نحو مليون واربعمائة الف نازح فلسطينية لجأوا اليها من مختلف مناطق القطاع وحمل البرلمان العربي الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دماء لن تتوقف في حال تنفيذ الاقتحام ووصفه بالكارثة مجددا رفضه القاطع وادانته الشديدة للتهجير القصري للمدنيين الفلسطينيين وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولية ومجلس الامن الدولي وجميع الدول العالم بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان وجرائم الابادة الجماعية لرفح الفلسطينية أعلنت وكالات إعلامية أن هناك مشاحنات حدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هالفي بشأن اكتياح جيش الاحتلال مدينة رفح ذكرت القناة 13 الإسرائيلي أن نتنياهو يريد تعبئة قوة الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا في قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي غزة فصل جديد من فصول الخلافات بين القيادة الإسرائيلية يطفو على الساحة مع التغطيط لتنفيذ اكتياح لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وكالات أعلامية ذكرت أن مشاحنات حادة نشبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هالفي حيث ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي القطاع هالفي من جهته طالب باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذا الاكتياح الضخم خاصة مع محاولة إجلاء مليون وثلاثمات ألف من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح وهو ما أدى لنشوب مشاحنات بينهما تضاف لسلسلة الأزمات التي نشبت بين القادة الإسرائيليين وعلى جانب آخر حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر بوريل أضاف أيضا أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة تأتي كل هذه التطورات في الوقت الذي عبر فيه المجتمع الدولي عن قلقه بعدما أمر نتنياهو جيش الاحتلال بتقديم خطة لشن هجوم على رفح الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غير أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن شعوره بالقلق العميق إذا احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة وقال كاميرون إن الأولوية يجب أن تكون وقفا فوريا للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج المحتجزين ثم التقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق النار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن جيش الاحتلال سيضمن ممرا آمنا للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة أضف نتنياهو أن جيش الاحتلال عمل على وضع خطط مفصلة لتحقيق ذلك قائلا إن مناطق في شمال رفح تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين كانت حركة حماس قد حذرت من وقوع مجزرة في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة محملة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة وخاصة وسطه وجنوبه ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وذلك في اليوم الثامن والعشرين بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على القطاع من جهتها ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع عشرة مجزرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن أكثر من مئة شهيد وعشرات المصابين وأضافت الوزارة أن هناك ضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول توقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى ثمانية وعشرين ألفا ومائة وستة وسبعين شهيدا وسبعة وستين ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانين مصابا منذ سابع من أكتوبر الماضي أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ضرورة حماية الكوادر الطبية والمستشفيات في غزة لافتة إلى أن التواقم الطبية تعمل في ظل ظروف قاسية ومستحيلة أضفت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالضفة الغربية أن جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية في القطاع مؤكدة أن الوضع الكارثي في غزة لم يشهد له العالم مثيلا إن الوضع الكارثي على كافة الصعود في قطاع غزة لم يشهد له العالم مثيلا كما ذكر الدكتور حسام الذي عمل 35 عاما في العمل الإنساني وفي كافة الدول في العالم إنها كارثة صحية وبيئية مجاعة محققة مشردون تحت المطر يواجهون البرد القارس دون أدنى مقومات الحياة مشافي مدمرة ومعطلة نتيجة قصف الاحتلال والنقص الحاد في كافة مقومات عمل مراكز العلاج وفي كثير من مناطق العلاج انعدام كامل للعلاج والدواء والماء والغذاء هذا كله ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس حرب الإبادة على أعين المجتمع الدولي أهلا بكم من جديد أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب أن غزة تعيش كارثة إنسانية وسط انتشار للأمراض المعدية وسوء التغذية خاصة في فئة الأطفال أضف الخطيب أن الهلال الأحمر الفلسطيني قام بإنشاء 12 مخيم إيواء في أنحاء قطاع غزة لمساعدة النازحين من اللحظة التي تدخل قطاع غزة تلمس الكارثة الإنسانية التي تعيش رفح ومخيمات الإيواء قامت الجمعية بأقام 12 مخيم إيواء وغاثي في قطاع غزة ولكن هذا غير كافي الظروف اللي عاشوها النازحين تحت المطق وفي الشتاء القارس حقيقة مش محتاجة دكتور علشان تنظر في عيون طفل فلسطيني وتعرف إنه هناك شوء تغذية وأن هناك أمراض معدية جلدية ومعاوية تصيب هؤلاء الأطفال بل والنازحين كله والآن نتحدث عن معركة معركة رفح هذا حديث عن مجزرة في رفح هذا حديث عن إبادة جماعية في رفح وللمزيد من المتابعة نضم إلينا هاتفيا مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش ضيفي الكريم بعد التحية الاحتلال الإسرائيلي يهدد بشن هجمات برية في رفح رغم التحذيرات الدولية من تبعات تلك الخطوة في رأيك هل يستطيع المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال أن تثني إسرائيل عن تلك الخطوة التي من شأنها أن تتأزم الأوضاع في المنطقة بكل تأكيد الإقدام إسرائيل على تنفيذ تحديداتها باجتياح رفح منطقة رفح سيكون له دداعيات كبيرة جدا وسيتسبب في وقوع مذبحة العالم اليوم أمام خيارين إما أن ينتصر للقانون الدولي والقيم والأخلاف التي يتغنى بها وإما أن يترك إسرائيل تسرح وتمرح وتتصرف كدولة فوق القانون هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر إسرائيل على كف عدوانها بكل تأكيد لكن هل المجتمع الدولي مقتنع وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعون لأنه يجب وقف هذا العدوان هذا هو السؤال حتى لو لم يقتنعوا هل سيجبرهم شيء على تغيير وجهة نظرهم اللغة الوحيدة التي يمكنها أن تجبر أي دولة وأي جهة على تغيير سياساتها وتغيير مواقبها إما أن تكون لغة القوة أو لغة المصالح لغة القوة ربما الآن يعني مستبعدة بسبيا تبقى لغة المصالح لأنه نخاطب كعرب وكمسلمين ودأسرة دولية أن نخاطب صاحب التأثير الأول في وقف العدوان أو استمرار العدوان والولايات المتحدة الأمريكية أن نخاطبها باللغة التي تتهمها إما لغة القوة وهذا مستبعد وإما لغة المصالح وهذا وارد وسبق أن جربت هذه اللغة وآتت ثمارا طيبة في عام 73 جميعنا نتذكر إبار حرب أكتوبر كيف لعبت لغة المصالح لغة الاقتصاد لغة النفط كيف لعبت دورا محوريا في المعرقة مع الاحتلال الإسرائيلي وأجبر تنديك على تغيب سياسات إذن نحن أمام لغة واحدة للحديث مع الدول الداعمة لدولة الاحتلال وهي لغة المصالح طيب داخل هذه الدولة دولة الاحتلال هناك مشاحنات بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان الإسرائيلي بسبب هذه العملية المرتاقبة وفقا لتصريحات مكتب نتنياهو وكذلك أيضا هناك احتجاجات ضد الحكومة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والتوصل لهدنة في رأيك هل تستجيب إسرائيل لنداءات الداخل أم ستكمل مخططها في مواصلة العدوان الغاشم على غزة هذا جزء من المعادلة ليس كل المعادلة التأثير الداخل الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي على قرارات الحكومة وقرارات الجيش بكل تأكيد له تأثير لكن هو ليس كل شيء هو جزء من المعادلة يجب أن لا نهمله يجب أن ننتبه إليه جيدا ونستفيد منه إذا لازم الأمر هل من الممكن أن يكون هذا المحور داعم للحديث مع الدول الداعمة لدولة إسرائيل بكل تأكيد بكل تأكيد تأثيرات الرأي العام في إسرائيل تأثيرات الرأي العام في المجتمع الدولي في العالم في أوروبا في أمريكا على وجه التحديد له دول ويجب أن لا نستهين بالرأي العام سواء في داخل إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية وربا أيضا المشاحنات أيضا مع رئيس الأركان يعني من المعلومة أن رئيس الأركان هو المسؤول عن تحريك كل جندي في المعركة هذا تطور ربما نعم هذا الموضوع المشاحنات والإختلافات في داخل المؤسسة الإسرائيلية هو جزء من معركة السيطرة السياسية نتنياهو من جهة يدرك أن توقف أو يتواهم أن توقف الحرب سيؤدي به إلى المحكمة وسيطور سلطته خصومه السياسيون ينتظرون هذه اللحظة لكن هناك ما يشبه الإجباع في إسرائيل على استمرار الحرب في غزة إلا إذا كما قلت تغيرت المعادلات الأخرى وأقصد المعادلة الأمريكية الدولية إذا تغيرت هذه يمكن أن تشكل ضغطا حتى على الرأي الآن في إسرائيل وعلى مؤسسة الحكم في إسرائيل سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية باتجاه تغيير السياسات التي تنتهج الآن في القطاع نعم السيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك ذكرت وكالة الأنروا أنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في أقصى جنوب قطاع غزة مؤكدة أن شن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية برية على جنوب القطاع سيسفر عن المزيد من الشهداء وأضفت وكالة الأنروا أن هناك مخاطر بسبب انتقال القتال العنيف إلى رفح الفلسطينية حيث يتكدس الفلسطينيون حاليا مؤكدة أنها لم تتسلم حتى الآن أي تأدلة أو إثباتات على تورط موظفيها في الاتهامات المواجهة إليهم يحاول أطفال فلسطينيون نازحون تغيير أجواء الحرب في قطاع غزة بخلق حالة من المرح وذلك من خلال إطلاق طائرات ورقية ملونة فوق مخيمهم المؤقت في رفح قصة الطائرة بدأت كلعبة بسيطة ليتسل بها الأطفال لكنها سرعان ما تحولت إلى رمز للصمود والأمل في زمن الحرب متمسكون بالأمل وسط الحرب والضمار يحمل هؤلاء الأطفال في قلوبهم براءة وإصرار على الحياة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يعيش القطاع وسط دوامة من المعاناة والصعوبات ولكن في كل زاوية تلمع شمعة الأمل تشير إلى وجود أفق مشرقة وإمكانية البقاء والتغلب على الصعاب ولو كان من خلال تحليق طائرة ورقية بريئة تحمل في طياتها رمزا للمقاومة والحرية يظهر على الطائرات البساطة في شكلها ولكن في عمقها تحمل أحلاما وتموحات كبيرة لتصبح رمزا للسمود والثبات في وجه الظروف القاسية فلم يكن الهدف من صنعها هو مجرد لعبة بل كانت وسيلة للتعبير عن القوة والإرادة في وجه الاحتلال إحنا هلقيت من طير للطباق قبل بقينا من طير الشطباق بقينا نروح نلعب لأي حاجة بقينا نطلع على تلفزيون نحضر وعلى الجوالات بقينا نلعب عن نت أما هلقيت في الشي لنت ولا كهرب نشحن الجوالات يعني كيف بقى زمان أبو يطششنا طلعنا عن مدازهات عن عداء عن أي حاجة بقينا نطلعت أما هلقيت في الشي لا مدازهات ولا أحضاء وأنا أبو يهلقيت في الشمال بخوي الكبير كيف نطلع هلقيت الله بيعلم في الحال وضع صعب الله بيعلم لأن كل ألعبنا في دورنا راحوا وأصدقائنا وأحبابنا راحوا زي ما إحنا كمان نطير طياراتنا طيارات اليهود بتكسف أما إحنا طياراتنا ما بتكسفش قصة الطائرة بدأت كلوبة بسيطة ليتسل بها الأطفال ولكنها سرعان ما تحولت إلى رمز للصمود والأمل في زمن الحرب حيث تعكس قوة الإرادة والعزيمة على الاستمرار رغم الصعوبات وجهت جامعة الدول العربية الشكر إلى مصر والهلال الأحمر المصري على الجهود الحثيثة لتسهيل وصول مساعدات الجامعة العربية وكذلك المساعدات من مختلف الجهات المصرية ومن الدول العربية والجهات الصديقة إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري عربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تتوقف هذه المأساة الإنسانية وأن يجف نزيف الدم وأن تعود الأوضاع إلى طبيعتها حتى تبدأ الجهود التنموية وأن يعيش المواطن الفلسطيني في أمن وسلام استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء أربعمائة وسبعة وأربعين شخصا بينهم أربعون مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة وقال مصدر مسؤول بالميناء أنه تم استقبال خمسة وستين جريحا ومرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية مضيفا أن ميناء رفح البري استقبل أيضا مائتين وخمسين من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة ومائة واثنين وثلاثين من حملة الجوازات المصرية وأشار المصدر إلى أنه تم إدخال مائة وخمسة عشرة شاحنة إلى قطاع غزة من بينها مائة وعشر شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة وخمس شاحنات وقود وحول جهود الدولة في استقبال مطار العريش للمساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبار رفح البرية يطلعنا عليها من العريش مراسل التلفزيون المصري محمد الخصيد نعم مشاهدين الكرام نرحب بكم مجددا من داخل مدينة العريش وبالتحديد بالقرب من المركز اللوجستي لخدمات الهلال الأحمر المصري اليوم بالفعل تم استنافع حركة دخول شاحنات مرة أخرى من معبر رفح متجهة إلى معبر العجة ومعبر كرم أبو سلم ثم بعد ذلك دخول هذه الشاحنات مرة أخرى إلى قطاع غزة بحسب آخر الإحصيات التي وردت لنا من هيئة المعابر والحدود المصرية فإن عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح يعني تقدر بحوالي 85 شاحنة محملة بالعديد من المواد الغذائية والمواد الإغاثية ومسلزمات الطبية والخيام وغيرها ما يحتاجونه من الشعب الفلسطيني من هذه الخدمات أيضا كانت هناك 166 شاحنة عبرت مباشرة من معبر رفح يعني كرم أبو سلم للاتجاه إلى قطاع غزة مباشرة ولدينا أيضا ست شاحنات يعني للوقود يعني أربعة منها للغاز الطبيعي وأثنين للسولارة أيضا لازمت الجهود المصرية متواصلة يعني لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونتحدث هنا عن الخدمات الطبية يعني أكثر من يعني ثلاثين من الجرحة الفلسطينيين عبروا معبر رفح خلال اليومين الماضيين واتجهوا إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج أيضا مطار العريش يعني لازال يستقبل العديد من الطائرات طائرات الإغاثية وطائرات الإجلاع وهنا نتحدث عن ثلاثة طائرات قد وصلت بالفعل منذ الأيام الماضية نتحدث عن طائرة تركية وطائرة قطرية وطائرة خاصة بالصليب الأحمر الألماني كل هذه يعني الطائرات تقدر حمولتها بـ 120 طن من المساعدات المختلفة المساعدات الطبية والوقود وأيضا الخيام وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني يعني في معاناتهم جراء الاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر على قطاع غزة يمكننا هذا هو المشهد اللي لدينا اليوم من مدينة العريش تحدثنا خلالها عن المساعدات وعن معبر رفح وعن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للشعب الفلسطيني وأعود إليكم مرة آخر أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونفل ورئيس الاتصالات الاستراتيجية والإعلام أندريا تينينتي أكد أن البعثة الأممية تواصل جهودها الحثيثة لمنع اتساع الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأحذر المتحدث باسم اليونفل من خطورة الوضع الحالي سكوانكدا أنه يعد تهديدا حقيقيا وأن الصراع سيؤدي إلى التصعيد وخلق صراع أوسع دع مجلس النواب العراقية الحكومة إلى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد رافضا لاعتداءات المتواصلة على الأراضي العراقية ذكر المجلس أن رئيس مجلس النواب النيابة محسن المندلاوي دعا الحكومة إلى إنهاء مهام القوات الأجنبية في العراق بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية تجيب البقاء وقال المندلاوي إن البرلمان يستنكر ويرفض لاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي تيجها ولأي سبب كان ويدين بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب أن الدفعة الثانية من منحة سعودية لمدة عام بقيمة 250 مليون دولار ستدخل ميزانية اليمن لدعم دفع الرواتب وعلى هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أضف محافظ البنك المركزي اليمني أن المبلغ المتبقي البالغ 500 مليون دولار من تلك المنحة السعودية والتي بدأت في أغسطس لم يتم تحويله بعد إلى الأزمة الأوكرانية حيث أكد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف وجنوب البلاد ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمتها الجوية قد دمرت 40 من بين 45 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل فيما قالت القيادة العسكرية الجنوبية أن أنظمة الدفاع الجوية الخاصة بها قد تصدت لهذه الهجمات على مدى أكثر من 5 ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن أية أفاق للحوار بين موسكو وواشنطن تعتمد وبشكل كامل على استعداد الولايات المتحدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل ومرعاة مصالح كل منهما وفي تصريحات لها أوضحت زخاروفا أنه فيما يتعلق باحتمال الحوار بين موسكو وواشنطن فإن الأمر يعتمد بالكامل على نوايا الإدارة الأمريكية للتفاوض على أساس المصالح المتبادلة ومراعاة المصالح المشتركة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد ذلك حتى من الناحية النظرية وأضافت أنه يجب القضاء على أي معايير مزدوجة ومحاولات فرض نماذج وأيدولوجيات وقيم تنموية غربية عليهم وأنه بمجرد أن يدرك الغربيون ذلك فإن عملية التفاوض الهادف إلى حل ظاهرة الأزمات في العالم ستنطلق على قدم وساق يجتمع زراء دفاع حلف شمال الأطلنطي النيتو في بروكسل الخامس عشر من فبراير الجاري وذلك قبل أسبوع من الذكرى الثانية لاندلاع الأزمة الأوكرانية ودع الأمين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرج أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا ومنع عقود محتملة من المواجهة مع موسكو قبل أيام من الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تأتي دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي النيتو يانس ستولبرج أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة دعوة تأتي بهدف دعم أوكرانيا ومنع عقود محتملة من المواجهة مع موسكو ستولبرج أسر قبل اجتماع مهم لوزراء دفاع الحلف في بروكسل على حاجة الحلف إلى إعادة تشكيل وتوسيع القاعدة الصناعية بشكل أسرع لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء المخزونات في تلك الأثناء شدد رئيس أركان الجيش الألماني كراستين بروير على ضرورة أن تكون قوات بلاده جاهزة للحرب في غدون خمس سنوات بسبب تزايد المخاطر ومع منشدات متزايدة من أوكرانيا للحصول على قذائف وذخيرة ومساعدات عسكرية أخرى أكد رئيس أركان الجيش الألماني أنها المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة تواجه فيها برلين احتمال وقوع حرب يفرضها طرف خارجية الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية أكد أن الناتو لا يسعى إلى الحرب مع روسيا ولكن على الحلف أن يستعد لعقود من المواجهة المحتملة مو شددا على أهمية حماية الدول الأعضاء في حلف الناتو هذا هو من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل في المنتصف من فبراير الجاري قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية للهجوم الروسية على أوكرانيا ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وأكدت الوكالة أن فرنسا استقبلت مليار وستمائة وثمانين مليون متر مكعب في عام 2022 وثمانمائة وتسعين مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023 ومع ذلك أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن في يناير أن أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من غاز خطوط الأنابيب الروسية بشكل حاد وذلك ردا على الصراع في أوكرانيا ذكرت وكالة تاس أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا وذلك في مارس المقبل أوضحت الوكالة أن قائمة المرشحين تضم رئيس فلادمر بوتين وثلاثة سياسيين وهم نائب رئيس مجلس الدوماء الروسي وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف وأخيرا مرشح الحزب الشيوعي واخترى بوتين خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم يوصل الناخبون في فنلندا الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس الوزراء السابق أليكزاندر ستاب ووزير الخارجات السابق بيكا هافستو ويشارك في الانتخابات نحو أربعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص للاختيار بين المحافظ الساب الذي تصدر الدورة الأولى التي أجريت في الثامن والعشرين من يناير وحاز على سبعة وعشرين فاصل اثنين في المائة من الأصوات وبين هافستو المنتمي لحزب الخضر لكن يخوض الانتخابات كمرشح مستقل وكان قد حصل على خمسة وعشرين فاصل ثمانية في المائة الشهر الماضي ندد البيت الأبيض بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مشيرا إلى أنها تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف الناتو وصف المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس تصريحات ترامب بأنها فاقدة ومروعة للصواب أنها فاقدة تماما للصواب وكان ترامب قد صرح خلال تجمع الانتخابين في ساوث كارول عينا بأن واشنطن لن تدافع عن أي دولة من دول حلف الناتو ضد روسيا تعاهد المستشار النمسوي كارل نهمر بعقد الانتخابات البرلمانية في البلاد في سمتبر المقبل بتنظيم جيد واشدد نهمر خلال زيارة لمدينة جراتس النمسوية على التزام الحكومة بزيادة جهود مكافحة الإرهاب مع العمل على تأمين النمسا بشكل مستدام وإنشاء المزيد من أماكن رعاية الأطفال وتشجيع المزيد من الاستثمارات العقارية في البلاد أعلنت وزارة دفاع التايوانية رصد ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حلق خمسة منها عبر الجزيرة وذلك لليوم الثاني على التوالي اعتبر تايوان أن هذه المناطيد تشكل تهديدا لسلامة الطيران كما أنها محاولة لشني حرب نفسية على التايوانيين اتهم خفر السواحل في الفلبين سفنا صينية بالقيام بمناورات خطيرة خلال دورية استمرت تسعة أيام بالقرب من منطقة شعاب مرجانية وأشار خفر السواحل إلى أن أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين كانت تتبع السفينة الفلبينية خلال الدورية في أكثر من أربعين مناسبة يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعليات القمة العالمية للحكومات الفين واربعة وعشرين يتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات الفين واربعة وعشرين مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة فضلا عن إلقائه الكلمة الرئيسية لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الرابع للسنة الثانية من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر والتي تنشر أوراقا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية تضمنت المجلة عدة دراسات من بينها دراسات متعلقة بالتحول للأخضر وطرحت توصيات من بينها استحداث سياسات إدارية وتنظيمية للانتقال إلى الاقتصاد النظيف ومصادر الطاقة المتجددة ووضع ضوابط للاستثمار وتحديد معايير للسلع منخفضة الكربون بما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون أطلق صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة أبواب الخير لرعاية خمسة ملايين مواطن بكافة محافظات الجمهورية تستهدف هذه المبادرة توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا من أهالي قرى ونجوع مصر بالمجان تتشرف مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير وهي الأكبر من نحة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وده هيكون جنبا إلى جنب مؤسسات العديد من مؤسسات المجتمع المدني والحقيقة جاءت الشراكة مع صندوق تحيا مصر في الملف ده تحديدا باعتباره الأهم في الوقت الحالي وبنؤكد أن مؤسسة حياة كريمة ستعزز على دورها الفترة القادمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وللمزيد من المتابعة معنا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري جرمين أرحب بك وضعينا في الصورة لديك وأهم ما جاء في هذا المؤتمر نعم يوسف بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل لصندوق تحيا مصر للاعلان عن اطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان عشرين أربعة وعشرين والتي سيستفيد من هذه القوافل نحو خمسة ملايين مواطن ومليون أسرة من مختلف المحافظات ومن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تم اليوم إعطاء إشارة لانطلاق المرحلة الأولى من هذه القوافل ما تحدث عن نحو 200 ألف كرتون من المساعدات الغذائية من إجمال يصل لمليون كرتون من المساعدات وإثنى عشر ألف طن من المساعدات الغذائية التي ستصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات المصرية هذه المساعدات بتأتي في إطار مجموعة من المبادرات التي يقوم بإطلاقها صندوق تحيا مصر من أجل تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين وتقديم الغذاء والكساء وأيضا الأخطية وتجهيز الفتيات للزواج ما تحدث خلال الفترة الماضية عن إجمال يصل لأكثر من 500 مليون جنيه من المساعدات تم توجهها لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن أيضا تم إطلاق عدد كبير من القافلات التي تصل إلى المواطنين في المحافظات الحدودية وأيضا المناطق النائية إلى جانب أيضا القوافل التي تم إطلاقها اليوم تم الإعلان أيضا عن مجموعة من المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المؤسسات المختلفة تحدث عن مبادرة لإفطار نحو ثلاثة ملايين صائم خلال شهر رمضان الكريم أيضا الإصراع في تنفيذ مبادرة الكساء وتجهيز نحو ألف فتاة من اليتيمات وأيضا من الأصل الأكثر احتياجا للزواج كل هذا سيكون خلال شهر رمضان الكريم يعني صندوق تحيا مصر تم تأسيسه بقرار رئاسي من أجل تقديم الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية عن طريق التعاون بين الصندوق وبين مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات وأيضا المشروعات التنموية من أجل تقديم كل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات المصرية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو الزميلة جرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مقر إنعقادة المؤتمر الخاص بصندوق تحيا مصر شكرا جزيلا لك انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفاجة بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم هذه القافلة جميع التخصصات الطبية وخلال اليوم الأول للقافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 278 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 57 فحصا معمليا بالإضافة إلى 52 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر القوافلة العلاجية النهاردة بتقدم خدمة متكاملة من كشف مجاني ويشمل أكثر من خمس تخصصات وصيدلية متكاملة فيها أكثر من 120 صنف مع معمل يشمل كافة التحليل مع أجهاز أشعة لعمل الأشعة اللازمة المطلوبة وده خدمة أهلنا في قرية أم الحوائطات بيتم تعديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالكامل مجانا يمكن من الأهداف القوافلة العلاجية هي خدمة المناطق النائية والمحرومة جئت القوافلة جئت أكشف على الصدر الحمد لله يعني والقوافلة الحمد لله تمام ونشكل القايمين عليه انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين رئيس مجلس النواب يتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان الأمم المتحدة تستبعد القدرة على حماية المدنيين في حالة حدوث هاجمات إسرائيلية في رفح وقلق دولي من الهجوم البرية الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة لليوم 28 بعد المئة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى وصلنا إلى ختام نشرة ثالثة على شاشة التلفزيون مصري شكرا نطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء إلى اللقاء